وكمان الحديث الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعو الله اللهم نسألك القصد في الغنى والفقر القصد معناه الاعتدال بالضبط يعني أصلي الموضوع الترشيد فيه الاستهالك مش معني منه ولا هي رسالة فقط موجهة للفقراء هي كمان لا طبعا الاثنين الاثنين موجه ليهم القصد احنا قلنا الآية اللي ينفق ذو ساعة من ساعة يعني كل إنسان من الله عز وجل عليه من مال أنت على قدر هذا المال وعلى قدر هذه المساحة من مال الله عز وجل عيش فهنا سيدنا النبي كان يدعو الدعاء الجميل اللهم إني أسألك القصد في الفقر وفي الغنى يعني إذا كان عندي مال يا رب أنا لا أطغى بهذا المال ولا أنفق هذا المال في مال طائل من ورائه وإذا لم يكن عندي مال فأنا أعيش على قدر هذا المال وعلى ما أكون عليهم ولو أن كل إنسان يعني وجد سعة في ماله ووجد سعة في طعامه ووجد سعة في ما عنده وتصدق به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لو تصدق بشق طمره فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه يعني المهر الصغير أو الفرس الصغير حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد يوم القيامة من الحسنات يعني لو كل إنسان فينا نظر إلى بيته أو إلى طعامه الذي يصنعه فوجد أن عنده فائض من الطعام وهذا الفائض حتماً يعني إذا أكله أولاده مش أما إذا كان سيلقى في القمامة وغيرها لو أنه أخذ هذا الفائض ووضعه في إناء أو في طبق وتعهد به جيرانه وتصدق به على جيرانه كان خيراً له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي ذر الغفار يا أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك الإكثار هنا مش معناه الإصراف لأنه أكثر الماء من أجل الصدقة ومن أجل النفقة فأنا في بيتي لو أنني وجدت أني عندي سعة في المال أو أن الطعام أصبح زائداً عندي وهذا الطعام ليس له ثالث إما أن يؤكل وإما أن يلقى فأنا إيه المانع أن أتصدق به حتى تكون صلة رحم ويكون معروف ويكون مودة ورحمة بين الناس وهذا هو الباقي الذي يدخره الله عز وجل للإنسان بعد وفاته ترجمة نانسي قنقر